كشفت تقارير كثيرة عن حلول الصين والولايات المتحدة والهند في المراكز الثلاثة الأولى في قائمة أكبر اقتصادات العالم حيث تابع أحد التقارير الذي تطرق إلى حالة الفقر التي تعيشها دولة الهند وجهود الحثيثة التي تتخذها الحكومة الهندية للقضاء عليها بحلول عام الفين واربعين ولمواكبة هذا الموضوع معي في السيد الدكتور رمزي حلبي الخبير في الشؤون الاقتصادية مرحبا بك مرحبا دعنا نقول ربما الاقتصاد الهندي هو الثالث في العالم حتى يتنافس على المراتب الأولى ولكن هناك فقر مدقي دعنا نقول داخل الهند لماذا هذا التناقض؟ يعني يمكن أن نقول بأن الهند هي دولة التناقضات ومن ناحية واحدة هي تعتبر اقتصاد واعد ومهم ومن أهم ثلاث مراكز اقتصادية على وجه الكرة الأرضية ولكن من ناحية ثانية هذه الدولة تعاني من الفقر بشكل كبير جدا يعني إذا خذنا أنه عدد السكان حوالي مليار ومليار ومتين وخمسين مليون في عنا مئات ملايين من الفقراء منهم مية وعشرين مليون ولد أو يعني صغير في السن طفل أو صغير في السن حتى سن معين يعتبر فقير وهناك حتى يعني اللي بيشتغلوا بين سن أربع لخمسة عشر سنة حوالي مية وعشرين ألف يعني فيه كثير جدا 12% وكثير يعني من المعطيات المذهلة بأن هؤلاء الأولاد في هذه السن النمو هو نمو غير طبيعي ومستقبلهم غير واضح لذلك على الحكومة الهندية أن تتخذ قرارات كبيرة جدا في مكافحة الفقر من ناحية واحدة يعني أولا أن تبدأ بمكافحة الفساد ثانيا الاستثمار بفروع اقتصادية جديدة يعني نحن نعلم أن الاقتصاد الهندي واقتصاد كبير جدا يعني 1900 مليار دولار الإنتاج النمو الاقتصادي حتى تراجع في السنوات الأخيرة ولكن هو أربع ونصف بالمية يعني الإمكانيات كبيرة جدا فروع اقتصادية مثل الهيتيك الصناعات الجديدة حتى الزراعة التقليدية البدائية يعني يجب أن تكون هناك تشجيع استثمارات خارجية وإخراج هذا المجتمع من الفقر المدقع نعم تحدثت عن ذلك لكن بدنا نقول الاقتصاد الهندي ربما بعد الصيني هو الأكثر تنامية في الآونة الأخيرة على ماذا يرتكز هذا الاقتصاد بشكل خاص؟ نعم يعني الاقتصاد الهندي هناك كثير من الإمكانيات من البوتنسيال كبير جدا لم يتم استغلاله حتى الآن بسبب سياسات غير صحيحة وبسبب فساد ما هو مطلوب أولا الفروع الأساسية نحن نعلم أن اللغة الإنجليزية تساعد الشعب الهندي على أن يدخل إلى الصناعات المتطورة وخاصة التقنيات العليا وأيضا أن يحافظ على الزراعة البدائية التقليدية وأن يفتح فروع جديدة من الفنون والأعمال يدوية لذلك يمكن بدل هؤلاء الأولاد وهؤلاء العائلات التي تعتمد على الشيء الزهيد وحتى على تبرعات وعلى أشياء لا تذكر من ناحية مستوى معيشة يجب أن يكون هناك فتح للسوق العمل تغيير في هيكل الضرائب وأيضا تشجيع الاستثمارات الخارجية إذا نقول هل الهند هي في منافسة عقيقية مع الولايات المتحدة والصين في الاقتصاد العالمي؟ يعني في تنافس معين سأتصور الاستهلاك هو ثلاثة بالمئة من الاستهلاك الأمريكي ولكن توقعاتنا أنه في السنوات القادمة سيصل إلى أربع وعشرين بالمئة من الاستهلاك الأمريكي معنى ذلك أنه يعتبر سوق ناهض اقتصاد واعد وقال هناك انفتاح أمريكي للاقتصاد الهندي؟ نعم أمريكي وأوروبي خاصة بريطانيا والأفضلية للاقتصاد الهندي بأنه مجتمع شاب هناك نسبة عالية جدا فوق الـ 50% من الشباب حتى سنة 18 يعني هذا يعطي إمكانيات للنمو الاقتصادي مستقبلا يعني هي ليس بدولة عجوز بالعكس هي دولة مع إمكانيات هائلة إذا بيكون فيه إدارة مالية صحيحة مع سياسة لتشجيع الاستثمار الخارجي وفتح فرص عمل سيمكن أن نقول بأن الهند ستكون في السنوات القادمة في المكان الثالث وربما تنافس حتى على المكان تتخطصين حتى تتخطصين؟ لا لا تتخطصين ولكنها تقترب من الاقتصاد الصيني والأمريكي وهذا طبعا أي أخبار جيدة ولكن يجب مكافحة الفقر مئات ملايين الفقراء هذا الفرق الشاسع ما بين الغني والفقير في الهند هو تناقض غير موجود في أي مكان آخر في العالم نعم الدكتور رمزي حلبي الخبرجور الاقتصادية شكرا جزيلا لك أعزائي أن نأتي إلى ختام هذه المرحلة سوف نكون مع موجز إخباري قليل بعد الفاصل مع الزميلة رانين بوروس ابقوا معنا